فاكرين الفنان عماد محرِم اللي كان بيخطف العيال ويوديهم للكتعة فيلم العفرية سؤال بنسأله ليه كل مرة بنشوف فيلم العفاريت على مدار 30 سنة مين هي بنت الفنانة مديحة كامل للحائق grilling یہ طرى ايه اللي حصل للفنان عماد محرم في السنين اللي فاتت دي دا اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو دا الفنان عماد محرم بعد أكثر من 30 سنة قرر أنه يكشف لغز فيلم العفاريت ويقولنا مين في البنتين كانت هي بنت الفنانة مديحة كامل وده لما طلع في فيديو على حسابه الرسمي على فيسبوك هو وبنته وقال فيه إن بنت الفنانة مديحة كامل هي الطفلة اللي جسدت شخصية بلية في الفيلم وقال كمان أنا وقتها ما كنتش قدر أقول لإن لو قلت هحرق الفيلم لكن طالما الفيلم من مدة طويلة وفي عموما بلية هي بنت مديحة كامل أزمة صحية صعبة جدا مر بيها الفنان عماد محرم أثرت على نطقه للكلام وكانت سبب في ابتعاده عن الإعلام بعد إصابته بجلطة في المخ ولما تكلم عماد محرم عن القصة دي قال السنة اللي فاتت جات لي جلطة في المخ خفيفة لكن أثرت على نطقه للكلام فاكتفيت باللي قدمته في الفن مشاركة الفنان عماد محرم في فيلم العفريت تركت بصمة خاصة جدا في أزهان الجمهور وكانت شخصيته في الفيلم بتتكلم عن راجل بيسرق الأطفال وبيبيعهم للكتعة اللي قدمت شخصيتها الفنانة الراحلة نعيمة الصغيرة والعمل كان من بطولة مديحة كامل وعمر دياب وحمد الوزير عماد محرم قال إنه تجوز 17 مرة وما كانش قصده إنه هو يتجوز كل الجوازات دي ولكن قصده إنه هو يحقق الرقم ده في عدد جوازاته لكن الأمر جي معايا صدفة وعن القصة دي تكلم عماد وقال الجوازات دي كلها كانت بالصدفة بسبب الفراغ اللي كنت بعيشه في بداية حياة أنا تجوزت كتير قوي أول واحدة تجوزتها كانت إنجليزية وبعدها اتجوزت مصرية أنا تجوزت حوالي 16 مرة وزوجتي الحالية هي الزوجة رقم 17 كنت فاضي مش لاقي حاجة عملها اتجوزت واحدة يوم واحد كان دماء خفيف قوي وأنا عندي ثلاث ولاد وبنت وكلهم عايشين معايا محرم كان من الأصدقاء المقربين جدا للراحل فاروق الفشاوي لدرجة إنه قاعد فترة مش قادر يستوعب إنه صديق عمره اتوفى وعن القصة دي عماد قال قال لي لأ رح شوف شغلك يا حبيبي فرحت باريس وتاني يوم فاروق مات وأنا من يومها ما سامحتش نفسي خالص وقال كمان أنا اتشامت من الفلاة بتاعتي لإن فاروق الفشاوي كان معي فيها على طول وكان ليه قوضة في الفيلا تحت وأنا غرفتي فوق ولما مات كنت بس مع صوته هو بيتقلم وبيقول لي فقررت أبيع الفيلا بسببه والحد دلوقتي أنا مش مصدق إنه مات الفنان عماد محرم قال إنه مش هيعتزل الفن وهيكمل مسيرته الفنية لحد ما يموت وقال كمان إنه نفسه يموت وهو نجم وإنه لما قرر إنه يبتعد عن الأضواء ده كان بسبب مرضه إلا إنه قرر الاعتزال بعيد عنه تماما وقال عمري ما هعتزل الفن أبدا ولو جالي دور مريض هعمله وهموت وأنا فنان مش بس كده الفنان عماد محرم قال إنه بيفتخر بمهنته مش بس كده الفنان عماد محرم قال إنه بيفتخر بمهنته وفنه وشايف إنه لقب فنان أهم من لقب مهندس وطبيب وقال كمان إنه لقب فنان بالنسباله أحسن من مهندس بالرغم من إنه مهندس وخليه جمعهد عالي مع ماري لكن لقب فنان بيعتز بيه جدا وصف نفسه بإنه مدمن فن اشتركوا في القناة